يعني قال عندنا جيل ما يعرف لا اللغات من هو الذي يصير هذه الأشياء الآن كلها التي تصير بالعربية هذه الصحف التي فيها صحفيون هؤلاء الذين يخرجون في علم الاجتماع وعلم النفس والحقوق ويدرسون بالعربية نحن الآن إذا نتحدث عن المستوى صحيح المستوى ضعيف في كل المواد وفي كل مناحي الحياة الجزائرية ونحن اقترحنا الصيغة لرفع المستوى ورفضت لأنني بدأت كانت معدة ومخططة للتطبيق في سنة 92-93 ووقع ما وقع سنتحدث عنه وألغيت هي شعبة ما سميناه التعليم التأهيلي الآن دينامية الدراسة الموجودة أن كل تلميذ تقريبا عدد كبير منهم يوصلوا إلى البكالوريا وليس هم لا فكرا ولا عقلا في مستوى أن يكونوا تلميذ في الجامعة بدأت من نشبة النجاح يعني نعم وحتى لما ترفع أن تتضخم مستوى النجاح يعني الآن الناجحون الآن ألاف يذرعون الشوارع عندهم ليس صنص وعندهم حتى ماجستر ولكن كل المهنة التي يحتاجها المجتمع والتي مردودها المادي أكثر ووضعها الاجتماعي أحسن لا يقبل عليها التلميذ لأننا لا نوجه التلميذ بل أخيرا ألغينا حتى تعليم التقني أنا واش كان المشروع أنتهاي أن تسع سنوات للمدرسة الأساسية ها هو التلميذ أعطيناه القدر المشترك الذي يعرف فيه العلوم ويعرف فيه الزاد الثقافي العام زدنا سنة في الثانوي جذع مشترك بعد الجذع المشترك فيه ناس عندهم قدرة يروحوا للترمينال ويروحوا للباك ويروحوا للجامعة وفيه ناس محدود بحكم ظروف كثيرة منها ظروف اجتماعية منها ظروف عائلية ما يقدرش يوصل للترمينال وما يروحش وإذا جاب البكالوريا بالتطبع كما يقوله وما يوليش طالب جيد هؤلاء كلهم نوجههم إلى تعليم تأهيلي يروح يتقن أشياء في التسيير في الانفورماتية في المعلوماتية هذه إلى آخره فحوربت هذه التوجهات حربا شديدة والآن أنا ما زلت عند رأيي والدليل أن لجنة الإصلاح التي نصبت في سنة ألفين في عهد الرئيس أبو تفليقة العهد الأولى الذي تقرأ تقريرهم يوصي بشيئين الشيء الأول صيغة من صيغ التعليم التأهيلي بعد ما يسميه هو التعليم الإجباري يعني ما يقابل المدرسة الأساسية ويوصي أيضا بإيجاد صيغة تدمج المدرسة الابتدائية فيما سميه الآن المدرسة المتوسطة في شكل هيكلي وهو الذي سميناها المدرسة الأساسية المندمجة وهذا خاصة بالنسبة للتعليم التأهيلي أقول لك بصراحة لا مستقبل أبدا لنهوض العلم في الجزائر إذا بقينا الجامعات شغل امتداد للثانويات ما فيها ولا بحث ولا علم كل من جاب البكالوريا يروح نحن البكالوريا يروح لها لما يرتفع مستوى هل تتصور أعطيك مثال بسيط في سنة 1999 ذهبت لأسأل عن أحد أبنائي في عمارة رشيد فالشيخ المراقب العام قال لي يا شيخ انظر إلى اللوحة التي في الحائط عندي ربعين قسم ترمينال في عمارة رشيد ربعين قسم ترمينال نهائي إلى درجة أن عندهم مراقب واحد للسنة الأولى ثانوي ومراقب للسنة الثانية ثانوي ومراقب للسنة الثالثة ثانوي كده الحساب النوع ألا يكون التعليم أحسن واختيار الأساتذة أحسن لو كان في عمارة رشيد 15 كلاس ترمينال والتلميذ الآخرون لا نعدمهم يذهبون إلى موارد أحسن لهم وينجحون أحسن واللي عنده لسنس اليوم وما هو مقبول في أي مكان ما هو مستقبل وما هو مصد أنا أظن أن الآن أن يكون في الجامعة الجزائرية مليون ونص يعني شيء مبالغ فيه وأننا لم نبلغ هذا المستوى الذي نقبل فيه هذا العدد وأنه يأتي بالتدرج ونوسع القاعدة كلما كان المستوى مرفوع في الجامعة هذا رأيك